مرحبا متابعيني شون كمشي اخباركم اليوم فيديونا مختلف حبيت اشارككم بيه تعالوا امواياي ونشوف تفاصيل الفيديو وين رحنا وشون اللي جبني ابقوا اياي بالفيديو هنا مثل ما شوفون طلعت من البيت هذا الشارع اللي قريب علينا نركبه هنا انا ركبت السيارة والحمد لله والشكر وهنا مثل ما شوفون المواكب الحسينية والمشاية جاي تمشي بالشي قليل جاي تمشي يعلموا بعد هالزيارة كل شي قوية تمشي قليل والحمد لله والشكر كله بثواب الامام الحسين وبالفضل العباس عليهم السلام روحي لهم الفداء هنا بعد ما مشيت وصلت السوق الدائما السوق من عدة وسوقي هو المفضل سوقه برمانه دائما السوق من عدة اذا شغلات به كلش حلوة يعني شن اللي محتاجته دائما السوق من عدة هنا نتعرفون اذا المرة تروح للسوق اذا رايح على شغلة تجيب غير شغلة والله العظيم يعني الصراحة يعني هاي كل النسوان بعد ما ادي قسم من عدهن الروح على شغلة نجيب بعد غير شغلة فمرات اشيات اللي تلفت النظر او شغلات مثل ما موجودة عدني او مثل محتاجين هين الصراحة هنا مثل ما شوفون هذا السوق الفيديو سرحته لكم وكل شي يعني خليه تبطي هنا الدجاج الاسعار ما للدجاج سبعة وثمانتالاف عراقي وطبعا احنا سعارنا بالعراقي شي اكيد وهنا اللي يذبحون الدجاجة وينظفونها يعني يطونك اياها كاملة تريد حتى لو يقطعونها من يقطعونها عادي ويغسنونها وما يعني يجري المايمال البوري خالينا بهذا الحوض ويغسنون به تردون افخاض ما الدجاج تردون كبدهم وذول دائما اجيبا من عدهم ونظيفين يعني ينظفون مثل الدجاج هنا بعد ما كملت من يما بالدجاج هنا ما جبت الصراحة دجاج هنا دخلت لهذا محل حاجة بألف وحاجة بألفين كلمة ألف ونص كلمة حسب سعرها بس الأزياد حاجة ألف هنا قلت للولد اصور قال عادي صوري طلع حتى خطيئة من المحل وخلانا انا صور ربي يرزق ان شاء الله ويرزق الجميع هنا الحاجات اللي محتاجين أخذتهم يعني شي قليل شن اللي محتاجته هنا هاي الشغلات قلت لكم شامبوات عطورات يعني شكو يعني مرطبات يعني أشكال أشكال يعني بالمحل خير وبركة هنا بعد ما طلعت من المحل وير رحيت رحيت للسوق اليوم فيديونا مختلف عن الفيديوات بدون روتينات بدون طبخ فعدي إذا رايدين يعني هذا اليوم هما غسلت ونظفت وسويت شغلات هما أنزلها لكم إن شاء الله فما حبيت الفيديو يطول عليكم خليت قد تسع دقائق عشر دقائق عالمول الفيديو ما يصير ممل عليكم وإنتم وكتبونا بالتعليقات الفيديو رايدين أنا أزدائلكم الظهور بالليل يعني حسب وقتكم ولي يعني وقت يعني قعدتكم لأن دائما أنا رأيكم يهمني وشكرا للمتابعين الجديدين اللي دخلهم للقناة أهلا وسهلا بيكم القناتي المتواضعة وكل الهلة بيكم حبايب قلبي وإن شاء الله قنواتنا تكبر بوجودكم وبوجود الناس الطيبة إحنا هذا السوق مالنا يعني مال المخضر دائما يعني بنساء تبيع وبي يعني رجال الحمد لله والشكر كل من عليه عيشته وكل من رزقه وهي طبعا معميلتي دائما أنا آخذ منعتها ولو أنا يعني ما عدي يعني الصراحة معميل ثابت بس يعني صدق أبو اللحم وأبو الدجال دائما ذوي أجيبا منعتهم لأن أحس يعني النظافة واللحم مالتهم الحمد الله بس مال المخضر لا على الأفضل طيال عدة مسواق زين أجيب من عدة مرات يصيحون عليه قالوا معميلتنا قلت لهم أنا على المسواق يعني اللي أشوفهم مثلا السلعة نظيفة وزينة أأخذ منعتها يعني مرات هو معميلك وجايب يعني السلعة مو هلقد يعني أروح أخذها تتلف بالبيت أنا دائما أستوق مال أسبوع مال خمسة أيام ستة أيام بهيش حدود ما أستوق يومي واليوم ما أستوقت يعني مسواق كامل مرات إذا نحتاج مثل شغلات أروح على الشارع قريب عن يني ومرات إذا رحت أروح لهذا السوق يعني بالكيات أركب الكيات بخمسمائة دينار أروحا وأرجع بس إذا مسواق ثقيل مرات أجل أبتك تكب ألف دينار وهنا أنا الرمان الرمان شي أكيد الجهال تحبه وكل من وبوقته بس والله العظيم يعني سوا بداية دمار الرمان دائما أنا من يجي وقت الرمان يعني إيدي به مثل يعني يصير فطريات بالصابع مات جبت تشفوه في ذاك الفيديو السابق فمرات أتعاجز ألبسين ومرات الصراحة ألبسين تعرفون مرات واحد هم من قد ما يتعب يتعاجز من هيك الشغلات وهنا أنا الليمون الأخضر أنا خذية ليمون أصفر الليمون الأخضر ألف ونص سعره والليمون الأصفر بالفيل كل ما نقلت لكم حسب سعره وكتبونا بالتعليقات إذا تحبون هيك فيديوات عالمود أنزل لكم فحبي أتنوع بالفيديوات ما تبقى يعني القناة مثل ما نقول يعني مملة دائما طبخ وروتينات وشيء أكيد أنتم مكتبونا بالتعليقات شن اللي تحبوني وأنزلها لكم وأنا عدي فيديوات يعني هم أنزلها لكم إن شاء الله وراح أبقى كل يومين يوم الثالث أنزل لكم فيديو بالوقت تقريب الثنتين الظهر أو ثمانية بالليل على مدى الوقت يعني حلو مثل قاعدين مثل بهيتش وكت أو قاعدين بهيتش وكت إذا بالليل مثل واحد مخلص شغله وهنا بعد ما كملنا جيب السميش هنانا وصلت البيت وهنا أول ما وصلت البيت أجيت عطشان والله شربت ماي بارد واحد يلا تريد روحها من التعب الحمد لله والشكر على كل حال هنا أحبي أتشارككم المسواق مالتنا قلت لكم الأسعار هنا أنا الطرشي ألف دينار بس ها طرشي وكلش نظيف هنا أنا نوم البصرة وهنا أنا قطية المعجون تشبير بلفين ونص والزغيرة بلف وربع أنا أدي المعجون معني الحصة فدائما المعجون الحصة يعني أخلط منا ومنا يالله صير المرقة طيب الصراحة هنا أنا لقيت الطرح كلش ناعم ما الطرشي لحد الآن ما مسوي الطرح ما جايبة ومسوي طرشي الكيلو بلف ونص الطاني كيلو ونص بلف ين دينار وهنا أنا الرمان الرمان بلف ونص وهنا أنا هاي اللي جبتها من المحل هاي شيرة 2.000 بلف دينار هنا الباقي اللي نص كيلو بلف دينار مشتريات بسيطة وإن شاء الله تعجبكم وهنا أنا الشامبو خذيته قال هذا الشامبو سوري أهم بلف دينار أنا دائما أخذ أكو شامبو بجوز الهند أو بالبيض هم يعني كل شيء حلو على الشعر دائما أجيبا هذا أبوالفيا نونس والله العظيم يعني يبقى حتى يوقع الشعر أنا الجهال أجيب لهم شامبو نوني نونو العفو وهنا مثل ما شوفون هنا الطماطئ والبوتايت والبصل والليمون كل من حسب سعر الطماطئ كيلو ونصب ألف لكن يوم يعني والله العظيم يعني بسم عم صار يعني الأحداث والهاي يعني كله غلو و الله يساعد الفقير ويساعدنا هنا اللحم ربح كيلو ومثروم دائما أحتاجه هواي شغلات أسوي به وهنا الكيلو مال الزوري أو الشوتي كان الكيلو بستة ألاف جبت نص كيلو بتلقى التالاف لأن حد يأكل السمج أبوهم يجي تعبان ما يأكله سويت لدجاج والجهال يقعدون يردون تقلاء لأن يقعدون من النوم ما يأكلون سمج سويت لنا تمن وسمج بس ما شاركتكم بيه هنا أشوفكم فيديو جديد مع علف سلامة شكرا للمتابعة